اهلا بحضراتكم من جديد هتبقى 750 ألف جنيه خلينا أقول لكم التفاصيل بالضبط بتبقى ازاي هي أصل العضوية دلوقتي بكم؟ بـ 500 ألف جنيه ده لجميع الفروع 575 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد بس و 200 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة تمام؟ ده المؤهل العالي المؤهل دون العالي كمت العضوية 600 ألف جنيه ده الحالي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي في الفترة الحالي اللي هو قبل 1 أربعة 600 ألف جنيه لجميع الفروع 250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و 300 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة ده للمؤهل دون العالي طيب اللي حيحصل إيه الفترة اللي جاية؟ اللي عايز يشترك في النادي الأهلي وهو في الحقيقة في إقبال كبير جدا خلال الأيام السابقة وخصوصا في ظل التسليلات اللي عاملها مجلس إدارة النادي الأهلي برئيسة الكابتن محمود الخطيب على العضوية من عدد كبير جدا من المحب النادي الأهلي اللي بيتمنى أن هم يكونوا موجودين كأعضاء في القلع الحمراء طيب الأمور هتبقى ماشية إزاي؟ أنت دلوقتي حابب أن أنت تكون عضو في النادي الأهلي لكن مثلا زاكن بعيد فبالتالي مبلغ الـ 500 ألف جنيه ده الحالي اللي هو اللي قاعد قبل 1 أربعة هيبقى كتير مثلا عليك فيحقلك من خلال التقصيط عايز تبقى عضوية شاملة لكل الفروع تدفع 50% من 500 ألف جنيه والباقي على أربع سنين ده اللي عايز يشترك في الأربعة في الروعة وما يستجد كمان من أفرع للنادي الأهلي نحن عارفين خطة النادي الأهلي المستقبلية رحها في أماكن كتير جدا يعني فدي الجزئية أو ده النظام الحالي طيب أنت دلوقتي قصة أنت مثلا الفرع الأقرب لك في الشيخ زايد أو في التجمع تمام؟ فبالتالي ملهاش لازم أن أنا أشترك في الأفرع كلها طيب نظام الاستبارضة حيبقى موجود حيتم تفعيله لو أنت هتشترك في فرع النادي الأهلي مثلا في الشيخ زايد وحضرتك مؤهل عالي هتدفع 175 ألف جنيه تمام؟ لفرع الشيخ زايد عايز تقصتهم ممكن تقصتهم هتدفع 50% من 175 ألف جنيه والباقي على أربع سنين لو في فرع القاهرة الجديدة التجمع الخامس هتدفع 100 ألف جنيه ك50% من القيمة الكاملة 200 ألف جنيه والباقي أيضا على أربع سنين طيب أنت دلوقتي دفعت الاست بنائلة على فرع واحد تمام؟ وعايز تخلي بعد كده مثلا خلال الأربع سنين مع آخر يوم في الأربع سنين عايز تبقى العضوية بالنسبة لك شاملة هتتحاسب على أنهي سعر هتتحاسب على السعر اللي أنت بتديت الشراك في التوقيت كان السعر فيه يعني أنت دلوقتي اشتركت النهاردة أو اشتركت آخر شهر ثلاثة في فرع من الفروع الشيخ زايد أو التجمع تمام؟ وقصت دفعت 50% سواء هنا أو هنا والباقي على أربع سنين وخلاص جاءهم واحد أربعة وتم تطبيق القيمة اللي بعد كده اللي هتبقى 750 ألف جنيه تمام؟ وعايز تخلي العضوية شاملة لكل الفروع تبقى أنت خلاص عضوية تقدر تخش أي فرق هتعمل إيه؟ هتتحاسب على الاني هتتحاسب على الـ 500 ألف جنيه اللي هي الجزء الأولاني أو المبلغ الأولاني قبل ما يتم زيادته بعد واحد أربعة فده برضو من ضمن التسهيلات المهمة جدا خلينا أقول لحضراتكم أن بعد واحد أربعة الأسعار بالضبط هتكون إيه؟ بالنسبة كمان للمؤهل دون العالي فهتوصل قيمة العضوية لمليون جنيه لجميع الفروع وربعمائة ألف جنيه لفرع الشيخ زايد وربعمائة ألف جنيه أيضا لفرع القاهرة الجديدة ده بعد يوم واحد أربعة لكن التسهيلات اللي أنا قلت هرقوا عليها بوضوح شديد جدا حضرتك ممكن تشترك دلوقت الحالية اللي هي 500 ألف جنيه وبعد كده عايز تقصت تقصت مفيش مشكلة لو عضوية شاملة ولو حتى عضوية خاصة بفرع واحد بالنسبة للنادي الأهلي هتقصتهم ولو عابب أنت تبخليها في آخر الأربعة سنين في آخر الأربعة سنين عضوية شاملة هتتحاسب على النظام القديم مش بعد التعديل مش بعد واحد أربعة هتتحاسب على ما قبل واحد أربعة عشرين عشرين دي جزئية مهمة قبل الزيادات يعني في نفس الوقت خليني أتكلم مع حضراتكم دي حاجة في الحياة مهمة جداً من النادي الأهلي بيعملها والمقابل اللي بتدفع ده مش الأعلى بالمناسبة مش الأعلى في الأندية المصرية في كل الأحوال رغم أن النادي الأهلي هو أكبر نادي في مصر وأكثر أندية حظة الألقاب وأكثر أندية في الجانب الاجتماعي والخدمي ممتازة وعندنا العديد والعديد من الإنشاءات خلينا نستعرض شوية الإنشاءات في فروع النادي الأهلي المختلفة يعني عندك مثلاً فرع أو مش فرع مقر الرئيسي بالجزيرة انتهاء من تطوير مدرج ملعب التيتش انشاء غرف ملعب جديدة الفريق الأول لقرات القدم قرات اجتماعات تم تصميمها على أعلى مستوى تم الانتهاء أيضاً من إنشاء أصوار النادي واللي بيعدي دلوقت قدام الجزيرة مثلاً هشوف أصوار النادي تم تطويرها بشكل مميز جداً في الحقيقة افتتاح صالة القراتيج جديدة تمام ما كانش فيه صالة القراتيج أصلاً في أهل الجزيرة كانت عبارة عن خيمة كده صغيرة مش حلوة خاصة بصراحة لكن مجلس الحالي قدر أنه هو يطورها بشكل أكثر من رائع صالة تنس الطاولة بقت موجودة تجديد غرف خلع ملابس الفرق الرياضية بالإضافة لإنشاء التراث الجديد لتخفيف الضغط على التراث القديم وأضافة مساحات جديدة لأعضاء وتم تغيير أرضية ملعب النجيل الصناعي الخماسي والانتهاء من تأفيل أصوار الملعب الرئيسي لكرة القدم إحلال وتجديد تكيف صالة الأمير عبدالله الفصل ومن المقرر أن يتم كمان بدء في تغيير أرضية صالة الأمير عبدالله الفصل خلال فترة المقبلة ده بالنسبة للمقرر الرئيسي بالنسبة لفرع النادي الأهلي في مدينة نصر تم افتتاح الفوت كورت منطقة مجمعة للمطاعم غاية في الروعة وبرندات في الحقيقة هناك كويسة جدا والصعار كمان مميزة بصراحة تضم مجموعة كبيرة جدا من المطاعم ومنافس الخدمات تطوير عيادة الطبية ومسجد النادي بالشكل الأمس بهدف تقديم أفضل الخدمات لعدو النادي الأهلي تم تجديد كمال التراس العلوي المبنى الاجتماعي ده في مدينة نصر وتزويده بستين مقعدا وإضافة تمام مقعدا الشاملة لوحد التكيف المركزي بالمبنى الإدارة كمان وفرت شاشات عرض تزويد الحديقة الرئاسية بربع مئة وخمسين مع تزويد الحديقة الرئاسية بربع مئة وخمسين مقعدة إضافية يعني أمور كتير جدا حصلت خلينا نتكلم كمان عن فرع الشيخ زايد تم تشغيل صوت البالية وتعليم الموسيقى بجانب تشغيل مكتبة الفرع وتطويرها وزيادة عدد كبير من الكتب أو عدد الكتب من الموجودة يعني في المكتبة والعنوين فيها لخدمة الأعضاء وإضافة أنشطة جديدة إليها يعني أمور كتيرة خمان خمسينة مقعد في الحديقة الرئاسية فرع الشيخ زايد ومقعد وصيانة ودهانات المقعد وكلام من ده يعني بصراحة يعني عشان بس من نتكلمش في الأمور بتفاصيل ممكن تكون كتيرة لكن اللي حيروح حيشوف شيء مميز جدا إذن هي حاليا فرصة فرصة للي حابب أنه هو ينضم لنادي الأهلي كعضو عامل أنه هو يشترك خلال الفترة الحالية هو مفوض أنه كان أصلا تدفع المبلغ 500 ألف لكن في تسهلات عملها النادي الأهلي تقصت تدفع 50% والباقي على 4 سنين ولو حابب أنه تتخلي العضوية في فرع واحد هتقصت المبلغ الخاص بالفرع ده برضو من خلال 50% والباقي أيضا 4 سنين جيت في الآخر عايز تخلي العضوية جملة هتخلي تدفع على المبلغ القديم قبل 1-24-20 اللي هو 500 ألف جنيه مش بعد التعديل اللي هو 750 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي بالنسبة للمؤهل دون العالي الأسعار بالضبط 600 ألف جنيه للفروع كلها و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زي 600 ألف جنيه للقاهرة الجديدة كما احنا وضحنا للأمور لحضراتكم بشكل مفصل وده دور النادي الأهلي مجلس الدارة ونادي الأهلي وطبعا يبقى دايما بيسهل الأمور بالنسبة للراغبين في التواجد داخل أسرة النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي